السلام عليكم كيف الاحوال نتمنى تكونوا بخير على خير وعيد مبارك سعيد الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جولة في شوروم بمدينة الدر البيضاء غادي نقربكم فيه من اشكال خطيرة ديال الزليج وايضا للتباركي مع النصائح والاتمينة كما عودتكم دائما فيديو غادي يكون متميز كما العادة تابعوه الى الاخر ولكن قبل ما نبدأوا ضروري تعملوا واحد اللايك باش يوصل هاد الفيديو اكبر عدد ممكن من الناس بزاف ديال الاخوان كيحتاروا من كيوصلوا لمرحلة ديال الزليج في المنازل ديالهم بين البرسالان والرخام وهات السؤال دائما كيتكرر جميع الفيديو ديالي واش نقدروا نديرو البرسالان او ما يسمى الكمباكتو بدل الرخام في المنازل ديالنا اليوم غادي نشارك معاكم هاد نوع ديال البرسالان للقياس دياله متر وعشرين على ستين اللي صالح انه يكون بديل للرخام في المنازل ديالنا ويقدر يكون احسن منه لعدة اسباب غادي تشوفوها معايا في هاد الفيديو وكيما كتعرفو كاملين بان الرخام عندو عدة مميزات منها انه مادة طبيئية ما كتطلع مناش في الرسم كتكون عندنا في الدار وهاد المادة عنده الجمالية دياله وعنده ايضا القيمة دياله يعني دائما رخام عندو القيمة دياله مكتموش وبجانب هاد المميزات كين السلبيات وهاد السلبيات ما يمكنش نجاهلوها لانه عدد كبير من الاخوان كيتشكوا من هاد سلبيات هادي فرخام باش يبقى عجبك في النظرة كيما درتيها اول مرة خصو الصيانة بشكل مستمر على الاقل مرة في عماين او ثلاث سنوات حيث كيما كتعرفو كيتشرب الطبايا وكيتحفر ضروري خصو التلميع وهاد التلميع من ناحية ديال الثامن كيتقام مكلف بالاضافة انه يعني كيكرفس يعني خصيك ضروري يجهز الفرش ديال كامل باش تدير هادك العملية ديال التلميع وبالاضافة الى الثامن دياله المكلف خصوصا اذا درتين نوع ديال الرخام اللي الثامن دياله غالي اما بالنسبة البرسولان كيما كتعرفو فهو ما كيحتاج شي لنصيانة وخايبقى مععك مدة طويلة كتبقى دائما فيها النمعة دياله ما كيتشربش طبايا وحتى من ناحية الجمالية كيما كتشوفوا معايا هاد الاشكال لي كينا في هاد الشوروم كتكون رائعة مخدومة بلافة ديال الرخام وكيما كتعرفو كاملين بان البرسولان را ما شي بحل زليش يعني را ما كيكشفش مع الواقص والالوان دياله كتبهت كتبقى كما هي وبالنسبة الاخوان اللي القوا مشاكل في البرسولان من بعد ما ركبوه دوز واحد المدة وتقلع لهم را هالمشكيل ما شي في البرسولان را هالمشكيل في الطريقة ديال التركيب دياله لان كيما كنقلكم دائما عدد كبير من الاخوان ما كيفهموش يركبوه اه لهذا غادي قولكم ردوا البال من طريقة ديال تركيب دياله ضروري تخدم بجوان واحد المليم كتبقى بين زليجة وزليجة حيط كما كتعرفو بان البرسولان كيتمدد يعني مع ارتفاع درجات الحرارة كيتمدد اخصو يلقى واحد واحد المتنفس فين يتمدد اما اذا كان اللاصق زليجة ركب على زليجة وبغايتيمدد ما كيلقاش لي беспاس تما باش كي يطلع مكيبقاش ركا ايضا دروري البرسولانة يتلسق بالكولا وهذه الكولا تكون خاصة به لانا اذا تلسق بالسيمة هادك السيمرة لا تشتش فيهم زيان ومع المدة او ثاني يوقع نفس المشكل وكيتقلع و هاد جوج نقاط دائما كنأكد لكم عليها ردوا البال مع المعلم ديال الزليج ما يكون كيركب لكم الكمباكتو واذا ركبتو بهالطريقة الصحيحة كونوا متأكدين ما غدي وقع لوالو هاد الزليج مع المدة وغدي بقى دائما مزيان ودائما عاجبكم وبالنسبة هاد النوع ديال البرسولان اللي كتشوفو معايا في الفيديو هو ديال التوركيا التمن ديالو كيبقى بين ميتين وعشرين درهام حسن ميتين وستين درهام والسبب اللي خلت تمن ديال هاد الزليج كيختلف رغم انه ديال نفس الشركة وعندو نفس القياس وكيما قد لكم في الفيديوهات السابقة هو اللون بالنسبة لالوان المفتوحة بحل البيند الرمضي الكيبقى الثمن دياله ميتين وعشرين درهام وبالنسبة لالوان اللي كتكون مغلوقة بحل لون الاسود ، وحتى هادهاال هي اللون الذى بحل لونكس يعني بحهر الخام ديال لونكس هنا يا شوفته في اول فيديو هو الليه كان في اللون الازرق وباقي حدي تشوفوه معايا في الفيديو هادك الثمن كيكون بين ميتين وخمسون درهام حتى ميتين وستين درهام بالنسبة للأخوة اللي كيسولوني واش هاد النوع ديال البرسولان يجي فالبوتاجي يعني يجيب بلاست الغرانيت غادي نقول لكم كيبقى الغرانيت والرخام الاصطيناعي بالدرجة الاولى هم الافضل لانهم صحاح ولكن لي ماقدرش يديرون بحكم الثامن اذا جاه غادي يقدر يدير هاد النوع ديال البرسولان لانهو ما كيتشربش الطبيع بحال الرخام الطبيعي اما بالنسبة الرخام الطبيعي كي ما كتعرفو كاملين فهو ما صالحش بصفة نهائيا البوتاجي ديال المطابخ دابا غادي نتقل النقطة واحدة اخرى اللي هي البركي لاني دائما كانت لقى عدة اسئلة على البركي على الاسمينة ديالو فين كيتباع النوع اللي مزيان وفي هاد الفيديو غادي تشوفوا معايا بعض الاشكال ديال البركي وكي ما كتعرفو بان البركي اللي كنستعملو وسط المنازل ديالنا فيه جوج انواع كان النوع ديال HDF وكان النوع ديال PVC بالنسبة النوع ديال HDF واللي كنستعملو في فورة في النام او في السيجوغ في القلوار في الصالونات وهاد النوع هاد هو اللي كتشوفوا معايا دابا في الفيديو وكان النوع ديال PVC هادا كيددار في الاماكين اللي كتكون فيها الماء بحل الكوزينة او الحمام وبالنسبة البركي اللي كتشوفوا معايا النوع اللي السمك ديالو 8 ميليمتر 8 ميليمتر وكان النوع اللي السمك ديالو 12 ميليمتر 8 ميليمتر 8 ميليمتر يعني ما يكونش اقل من 8 ميليمتر بطبيعة الحال باش يكون صحيح ويبقى معاكم مدة طويلة والنصيحة الثانية اللي غادي نقول لكم هي ردوا البال من الماء اذا مش هتحرق لكم فوق منه الماء مسحوه سير بلاس ما تخليوهاش باش هاداك الماء ما يمشي لكمش في فليجوان ويخسروا لكم وايضا حاولوا تديروا النوع ديال بيفيسي في الحمام وفي المطبخ ايضا لانهم كيكونوا معرضين للماء وختمان ديالوك يكون زايد وانتمنى هاد الفيديو يكون اعجبكم واستفتوا منو غادي نخليلكم رقم الهاتف ديال الشوروم في التعليق الاول وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله